اللاجئون سوريون ملف حساس يفجر خلافا في جلسة مجلس الوزراء واحتدم الخلاف بين أعضاء الحكومة الواحدة فوقف وزراء التكتل في صف واحد والباقون في الصف الآخر على خلفية مجموعة الإجراءات التي أقرتها الحكومة في جلسة قصر بعبدال خاصة بتنظيم اللاجئين السوريين أبرز هذه الإجراءات دعوة جامعة الدول العربية والهيئات الدولية لاجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح وقيام الدولة بتسجيل النازحين الفعليين ضمن معايير تنطبق على طابع العلاقات بين لبنان وسوريا بما يضمن إغاثة النازح الفعلي والقيام بحملة دبلوماسية عربية ودولية لحث الدول على تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية وإنشاء خلية أمنية مع الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء أعلت أصوات وزراء من التكتل للمطالبة بإقفال الحدود كما جاء على الليسان الوزير والأبو فعور بعد جلسة القصر وزير الطاقة جبران باسيل نفى في مؤتمر صحفي أن يكون طرح إقفال الحدود أمام اللاجئين حاصرا مطالبته بتحديد سقف معين لأعدادهم محذرا من خطورة الخلال الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي والفلتان الأمني والبؤر والخلايا الأمنية غير المنضبطة التي قد تظهر في مناطق مختلفة في حال استمرار تضخم أعداد اللاجئين باسيل اعتبر أن العباءة الإنسانية التي وضعت للموضوع زادت شكوكنا بأن هناك من يستفيد من موضوع اللاجئين وقال يجب على الدول التي تريد المساعدة أن تستقبل وتساعد وأن توقف التسليح والتشجيع على الدم والقتل السفرة عم بيطلعوا يعملوا اجتماعات الأعلام ويقولوا نحنا عم ندفع دغري وين الدولة؟ طب هوده لصالح مين عم بيشتولها كل هالحالق غايدة يلي فيها تسليح وتمويل بالسورية لحيضل لبنان بمعزل عنا؟ نجي شو اختلفنا مجيزة وزراء؟ ما ليه؟ خلي اللبنانيين يعرفوا أنه نحنا متفقين أنه لأ لازم نحط حد بالموضوع بس ما فينا نحكيها بالأعلام ما فيه يطلع هيك موقف مجلس وزراء وليه العدد زاد من 17 ألف ل 170 ألف؟ ما زال متفقين؟ إذا مش قادرين أنا بدي أصدق أنه مش قادرين نضبط طب تعالوا نعمل هالشوك هيدا ونقول ستوب؟ وسأل بسيل ما المشكلة إذا قالت الدولة اللبنانية إنها لم تعد تحتمل موضوع النازحين وتطالب الدول الباقية بمساعدتها معتبرا أن إجراءات الحكومة بملف النازحين جيدة مصرا على استمرار نضال من داخل الحكومة لوقف تدفق أعداد اللاجئين